سأقرأ بالصورة الأولى إذا أراد المكلف أن يصل طبعاً بده ينتبه لمخرج الحرف ما فيقول بسم الله الرحمن هاو كذا را طلعه بسم الله الرحمن الرحيم را وحدي ما بيقدر يطيلع جملة حروف في مكمن لحرف واحد اطلاقاً إذا بده يوصل الحركات يقرأ كالتالي كبر تكبيرة الإحرام الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سكاً مثلاً يأخذ نفس أو مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعينه دين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أو بده يقرأ عمه له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هكذا بكل بساطة ما حدا يوسوس نفسه فنحن عرب ومع من علم ناس غير عرب مشكلة غير العربي حقيقة مشكلة في إخراج الحروف لكن لا يكلف الله نفساً إلا وسعها نحن نخرج الحرف من مخرجه الطبيعي ولا يجوز التسكين في موضع التحريك أو التحريك في موضع التسكين يقرأ الإنسان بما فتح الله عليه ما يحاول يرص على الحرف حتى يطلع بسم الله الرحمن لا هذه كزرة كما قلت همزة القطع إذا كانت همزة موصولة وهكذا يمكن أن يقرأ ببساطة يتدرب عليها الإنسان فلندرب أولادنا عليها